عاصمة السنغالية داكار استعدت لحد يراه سكانها استثنائيا خطاب ذكرى المسيرة الخضراء ورمزية كونه أول خطاب ملكين في مناسبة وطنية يلقى من خارج الأراضي المغربية السنغاليون الذين استقبلوا الملك محمد السادس للمرة الثامنة يؤكدون أن اختيار داكار دليل على عمق العلاقات التي تربط البلدين شخصيا أعتقد أن اختيار داكار يحمل العديد من الدلالة الرمزية حول تصميم المملكة المغربية في الحفاظ على علاقة قوية مع الدول الإفريقية كما توضح الخطوة والروابط التي تجمع بين المغرب والسنغال واعتبرها إشارة قوية نحو الدول الإفريقية وبداية فعلية للعودة لالتحاد الإفريقي محطة داكار التي جاءت في ختام جولة قام بها العاهل المغربي في دول الشرق إفريقيا أزارت اهتماما كبيرا وترقبا واسعا خاصة لدلالاتها في الاهتمام الذي يوليه المغرب للتعاون جنوب جنوب وخصوصا ما يتعلق بالتبادل الاقتصادي والتنمية وتسيير الشأن الديني أعتقد أن المغرب بلد متطور بالمقارنة مع باقي الدول الإفريقية ونأمل أن توازي العلاقات السياسية تلك الاقتصادية لكي تستفيد الدول الإفريقية من التطور الاقتصادي المغربي في هذا الشارع بالعاصمة السنغالية داكار تظهر بجلائن المظاهر الاحتفالية للمغرب الذين يعيشون بالسنغال أجال بعد أجال جعلت من شارع محمد الخامس قطعة من فاس في قلب السنغال كل مرة في طارق سيدنا يخرج من المغرب ويجي لقي الخطاب المسيرة الخضراء في سنغال يعني هذا افتخار لنا الخطاب يمثل راسي قوية بالنسبة للمغاربة نظر الحجم دي المناسبة دي المسيرة الخضراء التي تم بها استرزع التراب الوطني والوحدة الوطنية وهذا يعتبر داقيمة قوية ويدل بأن المغرب إفريقي السنغال التي تبنت موقفا واضحا مع الوحدة الترابية المغرب منذ بداية المسيرة الخضراء والتي تدافع عن موقفها في المحافل الإفريقية والدولية ترى اليوم في احتضانها لخطاب ذكر المسيرة تأكيدا على أن المغرب بلد إفريقي أكثر من أي وقت مضى واستعادته لمعقعده في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت داكار تستقبل العاهلة المغربي ولكن الجديد هو خطاب موجه للمغاربة والأفارق عموما الخليل والسيدي ميديان تيفي داكار